نعرف المخاطر نعم كيسهل نصل الرسالة ديال الوقاية نعرف المخاطر يعني هذة الناس هذة فهموا هم المخاطر فممكن أن الوقاية تكون بشكل سالس وتكون ميسرة فقلنا كالوقوف لساعة طويلة فممكن أن هذا الحلاق يستعن بكورسي مرة مرة يكون كورسي خاص يستعمل بشكل أريح ويحافظ على الصحة ويحافظ على الظهر ويحافظ على الرجلين ويحافظ على المفاصيل والجهاز الحركي بصفة عامة كذلك النصائح التي يوجهه في المعدات والأليات والوسائل التي يستعمل حول ما يمكن أن يستعمل هذه الأليات التي تستجب المعايير فما فيها بس أنه يسوّل ويسقصي ويحتى يتأكد من هذه الأمور هذه الأدلية والمعدات والوسائل التي يخدم تكون آمينة كذلك المواد الكيميائية الشمبون التي يستعمل هذه المواد التي تجميل ويحاول أن يأخذ المواد التي تكون آمينة لا يوجد مشاكل ويقرأ ويستفصل ويبحث حتى من ناحية التنظيم لأنه يخدموا ساعات طويلة من الصباح يبدأوا يشتغلوا ويبقوا حتى الليل هذا هو ضغط ضغط نفسي فوق أنه كان مضغوط بدنياً وجسدياً كي تكون حتى مضغوط نفسياً ويكون هناك تنظيم حتى الساعات للعمل ويضغط على نفسهم ويكون هناك نوع التوعية ونوع التحسيس ومشكورين اليوم لأنه يتحوا لنا فرصة أن يوصلوا الرسائل للناس ويقعوا بهذه المخاطر ويضعوا الوقاية ويحميوا الصحة من الأمراض ومشاكل الصحية